هذا وكان فخامة الرئيس إسحاق هارتسوغ رئيس دولة إسرائيل وحلمه السيدة ميشيل هارتسوغ قد زار متحف البحرين الوطني يرافقهما سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية نعم حيث كان في استقبال الوفد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار وعدد من كبار مسؤولي الهيئة وجرى خلال الزيارة التعرف على ما يتضمنه متحف البحرين الوطني من مقتنيات تعكس عراقة تاريخ المملكة وإرثها الحضاري كما تضمنت زيارة جولة في البهو الرئيسي للمتحف والذي يستضيف معرضا فنيا خاصا بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين ومشاركته في ختام ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني كما زر الرئيس الإسرائيلي والوفد المرافق أهم القاعات التي تحتوي على قطع أثرية تروي حكاية تاريخ البحرين لأكثر من أربعة آلاف عام منذ حضارة دلمون حتى اليوم متجولا في قاعة مدافن دلمون المكرسة لموقع تلال دلمون الأثرية المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإضافة إلى القاعات المخصصة لمختلف الحقب التاريخية التي مرت بها مملكة البحرين وقاعت العادات والتقاليد حيث الإرث غير المادي الذي يعكسه متحف البحرين الوطني وخلال جولته في المتحف اطلع رئيس دولة إسرائيل على ما يقوم به متحف البحرين الوطني من دور في بناء جسور التواصل بين مملكة البحرين وبلدان العالم وتعريف زواره بثقافة وإرث البحرين إضافة إلى نشاطه الذي يقدمه إلى الجمهور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة